واني هالمرة مثل ما قلت لكم مراحة تفاجئ انه العراق مستورد هلقة لبن واحنا شعب يحب اللبن ما هو العراق ايضا في عام 2020 مستورد لبن من ايران بـ 75 مليون دولار خلال اربع اشهر فقط يعني نرجع للحاسبة ونشوف وين الحاسبة اهياته هاي الحاسبة كل مرة نطلعها يعني مستوردين لبن احنا مستهلكين كعراقيين لبن عام 2020 مناي بـ 76 مليون دولار 76 مليون دولار زائدا ومناي همين المستوردين من تركيا بـ 61 مليون دولار 61 مليون دولار يعني مستوردين احنا الاجمالي اللبن اللي شاربينه في عام 2020 بـ 137 مليون دولار امر طبيعي لحد يقول لي ليش انا راح اقول لكم ليش العراقي ويا الثريد يشرب لبن ويا الثمن ومرق يشرب لبن الصبوح يأكل لبن ويا لفة القاس يطلب لبن ويا الفلافل يشرب لبن وراها يعتش ما يشرب ماء لا يشرب لبن احنا يعني ندير على الروبه هاي الروبه العادية ندير عليها لبن ونخبطها وناكلها اللي طب نطعم يطلب شيشين كباب واربع قلاسات لبن ويا التمر نشرب لبن ورمضان جاي بعد ما بقى شي بالسحور نشرب لبن وعالفطور السفرة ما تخلى من اللبن ويا اللبن ايضا هم نشرب لبن اصلا احنا اذا يوم توازينا وما عدنا لبن بنص الليل نجيب حليب نفورد ونروح عجيران نطلب منعدهم خاشوقة لبن ساعب 12 بالليل حتى وين نخليها على الحليب اللي بتجدر اللي فورناه وننتظره شوية يبرد ونخلي علي وصلة تقماش او خاولي خاولي ما لأخوك اللي طالع تواه من الحمام وكل هاي حتى نسوي جدر لبن وبعد اللي يصير بي اسهال انشرب لبن حتى السفير الياباني حتى السفير الياباني السابق فوميو آي واي شربنا لبن عبالكم واتشاقوا اياكم وعبالكم اهيات اهيات السفير الياباني هم شربنا لبن وتقولون احنا اشقد هل قد مستهلكين لبن احنا لا عادي كلش طبيعي هاي حتى السفير الياباني خليناه يشرب لبن وهس همينا ما شاء الله البنات يسون ماسكات للبشرة من اللبن اصلا اللبن احنا هلقت ما نحبه حتى داخل بامثالنا الشعبية لما يقول ابو المثل ما للبن للبن وما للماء للماء اطفالنا اصلا بطلوا بعد ما يشربون حليب خلاص اول ما يجي للدنيا ندير لمكان الحليب لبن بالمبنية الشعب من كثر ما يشرب لبن تحسوا من احسانين 24 ساعة احنا نصرف لبن هواية المشكلة تروح المطعم باربيل تطلب من عنده لبن اربيل يجيب لك لبن مستورد ويجيك واحد يحجي على العراقيين اش وقت يبعد هذا الشعب النايم طبعا نايم شاربين لبن 137 مليون دولار بسنة واحدة بس بس شنو الحكومة ما تشرب لبن بس تشرب المواطنيين لبن حتى ينامون من وقت ونموا بكرا تنهض مبكرا بس هم لا ما يشربون ليش لأنوا عندهم شغل تعرفون المجلس النواب يسهرون للخمسة الفجر على مود هذا الشعب حتى يقرون القوانين والقرارات وبالاخير ما يقررونها المهم جاء بعد العراق باستهلاك اللبن السعودية وبواقع 42 مليون دولار ومن ثم جاءت الامارات ثالثا بواقع 22 مليون دولار فيما احتلت الصين مثل ما قلنا المرتبة الرابعة باستيرادات بلغة 14.5 مليون دولار والعراق قابلهم كلهم ب61 مليون دولار فلح حد يتفاجئ انه احنا ليش هلقت نشرب لبن طبيعي